وكذا يا إخوان خلص القتل طلعت اللعنا من الفرن السلام عليكم ومرحبكم اليوم في الخشطة إن شاء الله فلوك دي اليوم سديق معنا الشيف أحمد اليوم أول مرة غدي يكون في فلوك ديالي غدي طيب وأول مرة غدي نحط معي أحمد مديرا البلاثة انجلس هيا دار ديالي كمان غدي نوريكم غدي نوريكم على الفيديو إن شاء الله أمود تليري مجموعين كامل معنا هنا معنا عبد الرحمن كما تشوف هنا يا راوه هاوه عبد الرحمن معنا نيا تمامي من إندونيزيا هاوه تمامي بورداباك هاوه ومعنا سيف تاوة من اليمن غدي نبدو مع الشيف أحمد غدي نبدو معه الماكلة بسم الله هلوه غدي نورينا الشيف أحمد هاوه غدي غدي يوريني لله غوريني عنا شنو غدي الأوكلة غدي صعد لنا اسمية الأوكلة ها سيد أحمد شيف أحمد؟ من مندي هنعمل مندي يا أخواننا النهاردة عندنا جبنا الفراخ ونعناها بمية بملح وخل ولمون بعد ما نعناها عشان تتنظف هاوه هاوه هنعمل الخلطة على الفراخ هنحتاج مع العدد جاج مع العدد جاج مع العدد جاج هادي زيت زيتون في المناسبة لو يحت زيت زيتون حتى لو يحتل زيت زيتون حتى مع العدد جاج كاري 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 مع العدد كبيرة الفلفل حلو هادا كنقولوا حني فلفل حمراء حلوه مع العدد ملح مع العدد ملح مع العدد ملح بابا مردمس بس ببوط ببوط بابا ملح بابا ملح ملح هادي هادي انا كمان اضافة كدام عندنا ما تريد جاج هنخلط مع بعضه هادي زي من تشاي فيه الاسيوز بعلونه ما زي خلطة بعلونها خريبا بورتوقاي لو عندكو زعفران خطوطو معنى فالكده بناخد الفرع اشتركوا في القناة 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 هناك لس في قرن فيه مش عاربا استجبتي الشوكرة اللي مفرس جلس المعلقة خرب بتطمي والخراب اللي بقى بقى بيه شوف الملح ناقص ولا زادة محتاجة حبة ملح صغيرين كل واحد على الحسد بقدر الملح اللي بيحبو هنا سوى بتحبش ملح حاصل مش عاربا مخصوص كش مخصوص الملح سوف اضافة بك سوف اضافة أعطان فوق الرز عشان خاطر تنزل الدغن اللي فيها عليها اهم حاجة انها تكون فوق الرز حاول على قد المندر انها تبقى فوق الرز بالمناسبة اللي ببقى معا كصوص في الحلة ده يتسيبوه عشان خاطر حنستخدمه بعد كده ده راحة انتم ممكن تشوفوا السي احمد خطام تبارك الله عليه مارك الله للشاهدين نعم لا يسخل مارك الله للشاهدين ده ما نسعلك ان شه رايك السي احمد غد تحنشي مطعمه وتسميها الشاف احمد والله احنا انا مش بتاعتي الكلام ده صراحة انا فضلا انا تكون اينا تكون وهدي مطعم انا معاك يا سيدنا انا معاك انا معاك انحطه معاك الفلوس ماشي مشكله لك تتوشى فانا معاك والله لو الناس علييوتيوب موافقين على الكلام ده انا موافق انا هنشوف اشوف غاقولوا المشاهدين ديال هيا المشاهدين عانتوما السح مدهو كيصاب الاكل انا احنا احنا ابدا باتشيري بقانا لقل يخليهم من بعد هده نستعمله عنا موما عانتوما ده بشدجه هو صوبه نحتفقه وقت كالتاجي ويديرو بعده مو ده بغضي نخلي واحد شوية ومن بعد هرجعون عندكم شو همان هذا من تحت خالب تمام بشرب شرب على افك شرب 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 كما تشوفون من بعد ما لدينا الدجاج فوق الطاجين يصاب هذا يصاب للميليون باش يخليه بلنا ديالو يتطع على العقل كي يخليه بلنا ديالو في تقع في الطاجين عطا تانسي بروز كذلك ما رانشو اسم غييته هاول قصد سيفولي تعمل ما هاول خلص الأكل طلع طلعنا من الفرن احنا بس في حاجة موردها لك قبل ما نطلعهم الفرن طلعناه قبل ما يستيب خمس دقايق وحطينا بقيت الخلطة اللي كانت لسه موجودة عندنا فوق الفراخ ورجعتنا لانها تاني الفرن من بودة خمس او عشر دقايق ده تحينا اسمها صرف التحينا اللي عملها عندنا في مصر عبارة عن تحين تحط عليه خل ولمون وملح وكمون وطوم وسانا فيه ناس بتحط عليه الزبادي بعد مرزو ما يخلص فيه ناس بتحمس لوز لو عايز بيحروا الشوالي من فوق احنا عملناش كده ان ما فيش صراحة احنا ببعيننا ناس اجانب يعني وعوزاب لا ما في ايدي فيه لوز طبعا لا ما فيش يا هرم يا عم مفيش لوز بالخلق بيتك في لوز بعملنه مفيش في ايدي او حاسي تحط لوز ممكن تحط ممكن تحط ممكن تحت زبيب كمان كده بيزا هافيت وصن يعني بلحنا بشتفة لنا ونشوفكم في فيديو تاني مع أكل جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركات باي باي نحن صورنا الفيديو الفيديو أنا غالي سأليني إن شاء الله وطالا أخراسكم إن شاء الله توقعنا الفيديو آخر إن شاء الله